بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال ابو أبي حاتم أخبرنا أبي حدثنا عبد الله ابو صالح كاتب الليف حدثني محمد ابو أبي سلامة عن عمر حدثني ابن منكذر أنه قال اتقى عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر ابن العاص فقال ابن عباس ابن عمر ابن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك فقال عبد الله ابن عمر قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى فرضي من إبراهيم قوله بلى قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن عقوبة بن الأحزم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناد وفي كل سنبلة نئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله وقال مكحول يعني بالإنفاق في الجهاد من رباط الخير وإعداد السلاح وغير ذلك وقال شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس الجهاد والحد يضعف الدرهم فيهما إلى سبع مئة ضعف ولهذا قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سناد في كل سنبلة مئة حبة وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبع مئة فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة وقد وردت السلة بتضعيف الحسنة إلى سبع مئة ضعف قال الإمام أحمد حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش حدثنا واصل المولى بن عوينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة فنعوده من شكوى أصابه بجنبه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه قلنا كيف بات أبو عبيدة قالت والله لقد بات بأجر قال أبو عبيدة ما بيت بأجر وكان مقبلا بوجهدي على الحائف فأقبل على القوم لوجهدي وقال ألا تسألوني عما قلت قال ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبع مئة ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذن فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخيقها ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به ومن وجه آخر ملقوفة حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا عمر الشيبان عن ابن سعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متأتين يوم القيامة بسبع مئة ناقة مخطومة ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان ابو نهران عن الأعمى شره ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذب في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة حديث آخر قال أحمد حدثنا عمر بن جنع أبو النيذر الكندي أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبو الأحوص عن عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة لور القيامة ولخلوف فرصائم أطيب عند الله من ريح المسك حديث آخر قال أحمد أخبرنا وكيا أخبر من أعنش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله سلم الله عليه وسلم كل عمل بآدم يضاعف الحسنة بعشر أنثالها إلى سبع مئة ضعف إلى ما شاء الله يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فرصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة وكذا رواه بسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وأبي سعيد من أشج كلاهما عن وكيع به حديث آخر قال أحمد حدثنا حسين بن علي عزائلة عن الدكين عن بشر بن عميلة عن حليل بن وائم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف بسبع مئة ضعف حديث آخر قال أبو دايود أنبأنا محمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوبة وسعيد بن أبي أيوبة عن زيان بن خائب عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكرى يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع مئة ضعف حديث آخر قال ابن أبي حاتم أنبأنا أبي حدثنا هارون بن عبد الله بن مريان حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرسل بجفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن غزى في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء وهذا حديث غريب وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تدعيف الحسنة إلى ألف ألف حسنة عند قوله من الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الآية حديث آخر قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكر البزار أخبرنا الحسن بن علي ابن شبيب أخبرنا محميد بن خالد بنشقي أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيد عن نافع عن ابن عمر لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي قال فأنزل الله منذ الذي يقرض الله قربا حسنا قال رب زد أمتي قال فأنزل الله إننا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقر عن أبي اسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيد عن نافع عن ابن عمر فذكر وقوله هنا والله يباعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله والله واسع عليم أي فده واسع كثير أكثر من خلقه عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة واتبعها أذى لله ولي حميم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالنم من أذى كمذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهب القوم الكافرين ينبح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه فلا ينمون به على أحد ولا ينمون به لا بقول ولا فعل وقوله ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحدثون به ما سلف من الإحسان ثم وعده الله تعالى جزاء جزيل على ذلك فقال لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوان يوم القيامة ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك ثم قال تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ومغفرة أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فألي خير من صدقة يتبعها أذى قال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا ابن فضيب قال قرأت على معقل ابن عبد الله عن عمر ابن دينار قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف ألم تسمع قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عن خلقه حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم وقد وردت الأحاديث بالله عن المن في الصدقة ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن يسهر عن خرشة ابن الحر عن أبي بر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أمين أمن نام بما أعطى والمسبوع إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان ابن يحيا أخبرنا عثمان بن محمد الديري أخبرنا هشيم بن خارجة أخبرنا سليمان بن عقدة عن يومس بن نيسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منام ولا مدن خمر ولا مكذب بقدر وروا أحمد بن ماجة من حديث يومس بن نيسرة نحوه ثم روا ابن مردويه وابن حدان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليه اليوم القيامة العاق من والديه ومدن الخمر والمنام بما أعطى وقد روا النسائي عن مالك بن سعد عن عميه روح بن عبادة عن عتاب بن بشير عن خصيف الجراري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدين الخمر ولا عاق لوالديه ولا من نام وقد رواه بو أبيه أتل عن الحسن بن المنهان عن محمد بن عبد الله بن عصار الموصل عن عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ورواه النسائي من حديث عبد الكرير بن نالك الحول عن مجاهد قوله وقد رواه عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى فأخبر فأخبر أن الصدقة تبتل بما يتبعها من المن والأذى فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى ثم قال تعالى كالذي ينفق ما له رئاء الناس أي لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبتلوا صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مطح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ويشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ولهذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه قال الضحاك والذي يطبع نفقته منا أو أذى فقال فمثله كمثل صفوان وهو جمع صفوانه فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو الصفا وهو الصخر الأملس عليه طراب فأصابه واب وهو المطر الشديد فتركه صلبا أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلبا أي أملس يابسا أي لا شيء عليه من ذلك الطراب بل قد ذهب قد ذهب كله أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسب والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصدها وابن فطل والله بنا تعملون بصير وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيت من أنفسهم أيهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ونظير هذا في معنى قومه عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه قال الشعبي وهو عند الذنور المكان مرتفع من الأرض وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار قال ابن جرير رحمه الله وفي الربوة ثلاث لغات ضل ثلاث قراءات بضمن الراء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام ونقوفة ويقال إنها لغة تمين وكسل الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس وقال أصابها وابن وهو المطر الشديد كما تقدم فآتت أكلها أي ثمرتها بعفين أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان فإن لم وصبها وابن فطل قال الضحاك هو الرذاب وهو الميل من المطر أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تنحل أبدا لأنها إلا نصبها وابن فطل وأيما كان فهو كفايتها وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكفره وينميه وابن عامل بحسبه ولهذا قال والله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكدر وله ذرية بعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إبراهيم بن نيسى حدثنا هشان هو بن نوسف عن بن جريج سمعت عبدالله ابن أبي المليكة يحدث عن ابن عباس وسمعت أخاه أبا بكر ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه آية نزلت أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا معلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك فقال ابن عباس رضي الله عنهما بردت مثلا بعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس بردل غني يعمل بتاعة الله ثم بعث الله لب الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله ثم رواه البخاري عن الحسن ابو محمد الزعفران عن حجاج ابو محمد الأعور عن ابو جريج فذكر وهو من أفراد البخاري رحمه الله وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك معكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أصلفه فيما تقدر من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حاله وقضى ابن أبي حات من طريق العوفي عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يقول صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه أعصار فيه نار فاحترق بستان فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نصله خير يعودون به عليه وكذلك الكافر يقول يوم القيامة إذا رب إلى الله عز وجل ليس نبو خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس نفل بستانه ولا يجده قد دمر نفسه خيرا يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفضل ما كان إليه كما حرم هذا جنته عندما كان أفضل ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله سل الله عليه وسلم كان يقول في دعائه الله نجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري ولهذا قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانية وتنزلونها على المراد منها كما قال تعالى وتلك الأمثال مضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين يا أيها الذين آمنوا أن فقوا من التذيرات ما كثبت ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تهودوا فيه واعلموا أن الله غمي الحميد الشيطان يعبكم الفقر ويأمركم بالفقشاء والله يعبكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عميم يبتل شكمة من يشاء ومن يبتل شكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد بالصدقة هاهنا قاله ابن عباس من طيبات ما رزقه من الأممال التي اكتسبوها قال مزاهد يعني اتجارة بتيسيره بتيسيره إياها لهم وقال علي والسدي من أيها ما كسبتم يعني الذهب والفطة ومن الثنار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودليه وهو خبيشه فإن الله طيب لا يقدر إلا طيب ولهذا قال ولا تيمر الخبيث أي تقصد الخبيث وله تنفقون ولستم بآخذي أي لو أعطيتمه ما أخذت إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون وقيل معناه وما تيمر الخبيث لله تنفقون أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقة كله ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن حبيب حدثنا إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمدان عن عبد الله بن سعود قال قال رسول الله سل الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدليا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره البوائقة قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشه وظلمه ولا يكسب عبد الله من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل به ولا يتركه خلف بغه إلا كان زاده إلى النار إن الله لا ينحو السيئة بالسيئ ولكن ينحو السيئة بالحسن إن الخبيث لا ينحو الخبيث والصحيح القول الأول من فضلك تابع بقية المادة قال ابن جرير رحمه الله حدثنا الحسين ابن عمر العبقري حدثنا أبي عن أصباط عن السدي عن علي ابن ثابت عن البراء ابن عازب رضي الله عنه في قول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت ومنا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام ذذاب النخل أخرجت من حيطانها البسرة فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في نسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منه فيعمد الرجل لهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البصر يظن أن ذلك جائس فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ثم رواه ابن جرير وابن ماجة وابن مردويل والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي ابن ثابت عن البراء بنحوه وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي نالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذوه إلا أن تغمضوا فيه قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقلو فيعلقه في المسجد وكان أهل الشفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء جاء فضربه بعصاه فسقط منه البصر والطم فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقلو الحشف والشيص فيأتي بالقلو قد انكسر فيعلقه فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال لو أن أحدكم ابدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغناض وحياء فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالحنا عنده وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارم عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك من غفار واسمه غزوان عن البراء فذكر نحوه ثم قال وهذا حدوث حسن غريب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان ابو كثير عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعر الجعرور والحبيق وكان الناس يتيممون شرار في مارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ورواه أبو داود من حديث سفيان ابن حسين عن الزهري ثم قال أسنده أبو الوليد عن سليمان ابن كثير عن الزهري ولفقه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحديق أن يؤخذ ولون الحديق أن يؤخذ في الصدقة وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل ابن حميد الوحصد عن الزهري عن أبي أمامه ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه وكذا رواه ابن واهد عن عبد الجليل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن النغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن مغفى في هذه الآية ولا تيمر الخبيث منه تنفقون قال كسب المسلم لا يكون خبيث ولكن لا يصدق بالحشف والدره بالزيف وما لا خير فيه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال اطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذب فلم يأكله ولم ينهى عنه قلت يا رسول الله نتعلمه المساكين قال لا تتعلموه مما لا تأكلون ثم رواه عن عثان عن حماد بن سلمة به فقلت يا رسول الله ألا أتعلمه المساكين قال لا تتعلموه مما لا تأكلون وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولستم بآخهه إلا أن تهمدوا فيه يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جير وقال وقال علي ابو طلح عن ابن عباس ولستم بآخذيه إلا أن تغذوا فيه يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب جيد حتى تنقصوه قال فذلك قوله إلا أن تغذوا فيه فكيف تربون لي ما لا تربون لأنفسكم وحق عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد وهو قوله لن ترانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثم رويا طريق العوف وغيره عن ابن عباس نحو ذلك وكذا ذكره غير واحد وقوله وعلموا أن الله غمي حميد أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب لها فهو غمي عنها وما ذاك إلا أن ساوي الغمي الفقير فقوله من ينال الله لحوبها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهو غمي عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه وهو واسع الفض لا ينفد ما لديه فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواب وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة من من يقرب غير عديم ولا ظلوم وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله الشيطان يعيكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عنين قال أبو أبي حاتب حدثنا أبو زرعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدان عن عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة ببن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا الآية وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما جميعا عن هناد بن السل وأخرجه بن حبان في صحيحه عن أبي عن الموصل عن هناد البهن وقال الترمذي حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال وقد رواه أبو بكر ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبن أحوص عوف بن مالك بن نضله عن بن مسعود فجعله من قوله والله أعلم ومعنى قوله تعالى الشيطان يعلكم الفق أي يخوفكم الفق لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله ويأمركم بالفحشاء أي معنى هين إياكم عن الإنفاق خشية إلا يأمركم بالمعاصي والمآث والمحارم ومخالفة الخلاق قال تعالى والله يعذكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عنين وقوله يؤتل حكمة من وشاء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعمل معرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابه ومقدله ومؤخره وحلاله وحرامه وأنثاله وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس المرفوعة الحكمة القرآن يعني تفسيره قال ابن عباس فإنه قد قرأه الضر والفاجر رواه ابن مردوي وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القوم وقال ليس ابن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال أبو العالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة وقد رأى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهن عن أبي عمار الأسدي عن ابن سعود المرفوعة رأس الحكمة نخافة الله وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفه وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفه وقال أبو نالك الحكمة الشنة وقال ابن وهب عن نالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل قال نالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا فالحكمة الفقه في دين الله وقال السبي الحكمة النبوة والصحيح أن الحكمة كما قاله الفيلمير لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر وقوله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن ابن سعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو فهو يقضي بها ووعا منها وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد به وقوله وما يذكر إلا أول الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعني به الخطاب ومعنى الكلام وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملون لذلك اتغاء وجهه ورجاء موعوده وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته وقول إن تبدو الصدقات فنعناه أي إن أظهرتموها فنعم شيء لي وقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيه دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء ناس به فيكون أفضل من هذه الحيثي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وردنان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وردن قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه وردن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وردن دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وردن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هاروم أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقر فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي هم في خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد للريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيغفيها من شماله وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي السبقة أفضل قال سر إلى فقير أو جهد من مقيم رواه أحمد ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر فذكره يزاد ثم شرع في هذه الآية إن تبدو الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية وفي الحديث المروي صدقة السر تدفئ ودب الرب عز وجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد المحارب مؤدب محارب حدثنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله إن تبدو الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال انزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر قال خلفت له نصف مالي وعما أبو بكر فجاء بناله كله يكاد أن يغفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر فقال عدة الله وعدة رسوله فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي وأبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا وهذا الحديث ري من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه وإنما أوردناه هاهنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو منذوبة لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها يقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا وقاله ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات وقد قرأ ويكفر بالجز عطفا على محل جواب الشر وهو قوله فمعما هي كقوله فأصدق وأكون وأكن وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون من فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا محمد بن عبد السلام ابن عبد الرحيم أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يربخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وكذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحضرمي عن سفيان وهو الثوري به وقال ابن أبي حاتم أنبأنا أحمد بن القاسم ابن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث ابن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه ونظائرها في القرآن كثيرة وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري نفقة المؤمن من نفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله وقال عطاء الخراسان يعني إذا أعطيت لوجه الله فما عليك ما كان عمله وهذا معنى حسن وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب البر أو الفاجر أو المستحق أو غيره وهو مثاب على قصده ومستند هذا تمام الآية وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زمن ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته وقيل من فقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا النذينة وليس لهم سبب يودون به على أنفسهم ما يهوهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب النعاش والضرب في الأرض هو السفر قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في نباسهم وحالهم ومقالهم وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرت والتمرتان واللقمة والنقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا وقد رواه أحمد الحديث بن سعود أيضا من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لبن كثير وقوله تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى سيماهم في وجودهم وقال ولتعرفنهم في لحن القول وفي الحديث الذي في السنة اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ديور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات من متوسنين وقوله لا يسألون الناس إلحافة أي لا يرحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصار قال سمعنا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي توده التمرت والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافة وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدين عن شريك بن عبد الله بن أبي نير عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة به وقال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي تربه التمرت والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافة وروا البخاري من حديث شعبة عن محمد بن أبي زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئ عن أبي الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم فتتعنونه لقمة لقمة إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافة وقال ابن جمير حدثني معتمر عن الحسن بنالك عن صالح ابن سويب عن أبي هريرة قال ليس المسكين بالطواف الذي تربه الأكلة والأكلتان ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما نخطب وهو يقول ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواقم فقد سأل الناس إلحافة فقلت بيني وبين نفسي لناقة لهي خير من خمس أواقم ولغلاله ناقة أخرى فهي خير من خمس أواقم فرجعت ولم أسأل وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيت فقعدت قال فاستقبل لي فقال من استغنى أغناه الله ومن استعث أعثه الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف قال فقلت ناقةي أمي ياقوتة خير من أوقية فرجعت فلم أسأله وهكذا رواه أبو داود والنسائي فلاهما عن قتيبة زاد أبو داود وهشام بن عمار فلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال قال أبو سعيد بن خضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فهو منحف والأوقية أربعون درهما وقال أحمد حدثنا وقيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وقيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي وقد تركه شعبة بن الحجاج وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث وقال الحافظ أبو القاسم حدثنا محمد بن عبد الله الحضرني حدثنا أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسام عن محمد بن سيرين قال بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه ثلاثمائة دينار فقال ما وجد عبد الله رجلا أهون عليه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله أربعون فقد ألحف ولآل أبي ذر أربعون درهما وأربعون شاكا وماهنان قال أبو بكر بن عياش يعني خادمين وقال ابن مربوي حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن محمد أنبأنا عبد الجبار أخبرنا سفيان عن داوز بن سابور عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أربعون جرهما فهو منحف وهو مثل سف الملة يعني الرم ورواه النسائي عن أحمد ابن سليمان عن أحمد ابن آدم عن سفيان وهو ابن عوين بإسناده بإسناده نحوه قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ آيْنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهِ وَسَيُجْزَى عَلَيْهِ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ وَأَتَمَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَجَ مَا يَكُومُ إِلَيْهِ وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا مطح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جنيع أوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا كما فبط في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح وفي رواية عام حجة الوداع وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصار يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة واحتسبها كانت له صدقة أخرجاه من حديث شعبة به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيد قال سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المنلك عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في أصحاب الخير وقال حبث الصمعان عن ابن شهار عن ابن عباس في هذه الآية قال هم الذين يعرفون الخير في سبيل الله رواه ابن أبي حاتم ثم قال وكذا روي عن أبي أمامة وسعيد بن موسيب ومكهول وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهب عن ابو جبير عن أبيه قال كان لعلي أربعة دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية فنزلت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وكذا رواه ابو جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهب وهو ضعيف لكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقدم فسيره الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطر وأنواع الشبهات فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المسروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس أكل الربا يبعث يوم القيامة مجيونا يخنق رواه ابن أبي حاتم قال ضروري عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني لا يقومون يوم القيامة وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاة وابن زين وروا ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة وقال ابن جبير حدثني المسنة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كنثون حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلت الربا رواه البيهقي مطولا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زين عن أبي الصلب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلت الربا ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حمار بن سلمة به وفي إسناده ضعف وقد روى البخاري عن صمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يصبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يصبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفعر له له فاه فيلقمه حجرا وذكر في تفسيره أنه آكل الربا وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أي إنما جوزوا بذلك لا اعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بنشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره فلما حرم هذا وأبيح هذا وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم أي على ما قالوه من الاعتراض ما عمد بتفريق الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يذرهم فينهاهم عنه وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي من بلغه نهي الله عن الزبا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة في قوله عفى الله عما سلف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضع رب العباس ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوزة في حال الجاهلية بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله قال سعيد بن جبير والسد فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم وقال ابن أبي حاتم قرأ علي محمد بن عبد الله ابن عبد الحكيم أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يوس يعني امرأته العالية بنت أبقع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم دحنة أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمان مئة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بست مئة فقالت بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن لم يتب قالت فقلت أرأيت انتركت المئتي وأخذت الست مئة قالت نعم فمن جاءه نوعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد قال أبو داود حدثنا يحيى أبو داود حدثنا يحيى ابن هعين أخبرنا عبد الله ابن رجاء المكي عن عبد الله ابن عثمان ابن خيفا عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خيثم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالطمر على وجه الأرض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء الجهل بالنماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا حرموا أشياء بما فهلوا من تضييق المساوك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وذبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آلة الرباء رواه البخاري عن قبيصة عنه وقال أحمد عن يحيا عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قال من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضا قبل أن يفسرها لنا فدعوا الرباء والريبة وقال رواه ابن ماجه وابن مردويه من طريق هياج بن بسطان عن داود ابن أبي هند عن أبي نبرة عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وأعمركم بأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم وقد قال ابن أبي عدي بالإثناد موقوفا فذكره ورده الحاكم في مستدركه وقد قال ابن ماجه حدثنا عمر بن علي الصيرفي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرباء ثلاثة وسبعون بابا ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمر بن علي الفلاس بإسناد مثله وزاد أيسرها أن ينكح الرجل أمه وإن عرب الرباء حرض الرجل المسلم وقال صحيح على شرق الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن أدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرباء سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيد عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيره حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الرباء قال قيل له الناس كلهم قال من لم يأكله منهم ما له من غباره وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاون حدثنا الأعمش عن مسلم بن سبيح عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرباء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأه فحرمت تجارة في الخمر وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرمت تجارة وفي لفظ له عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الرباء ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليه الشحوم فتملوها فباعوها وأتلوا أثمانها وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلم في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم نعم الله آكل الردى وموكله وشاهديه وكاتبه قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا فالاعتبار بنعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من فضلك تابع بقية المادة وقد صنف وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطل وسائل المفضية إلى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفى فرحبه الله ورضي عنه يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كثير أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخبر تعالى أنه يمحق الربى أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وقال وما آتيتم من ربى ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية وقال ابن جرير في قوله يمحق الله الربى وهذا نظير الخبر الذي روية عن عبد الله ابن مسعود أنه قال الربى وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين ابن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربى وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل وقد رواه ابن ماجة عن العباس ابن جعفر عن عمر ابن عود عن يحيى ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين ابن الربيع ابن عميل الفزار عن أبيه عن ابن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكثر من الربى إلا كان عاقبة أمره إلى قل وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا الهيثم ابن نافع الظاهري حدثني أبو يحيى رجل من أهل نبكة عن فروخ مولى عثنان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منشورا فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي من جلبه كيل يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال ومن احتكر قالوا فروخ مولى عثنان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيعه فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوم ورواه ابن ماجة من حديث هيث ابن رافع به ولفظه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام وقوله ويربي الصدقات قرأ بضم الياء والتخفيف من رب الشيء يربو وأرضاه يربيه أي كثره ونماه وينميه وقرأ يربي بالضم والتشديد من الترضية قال البخاي حدثنا عبد الله بن كثير أخبرنا كثير سمع أبا النظر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق في عجل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمين ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل كذا رواه في كتاب الزكاة وقال في كتاب التوحيد وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما رواية مسلم ابن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه عن أبي الطاه بن الصرح عن أبي وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به وأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به والله أعلم قال البخاري وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي الزناد حاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فنوة حتى يكون مثل أحد وهاتذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سع عن سعيد المقبر وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصار ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وقد رول عن أبي هريرة من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربى ويربي الصدقات وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به وقال حسن صحيح وكذا رواه الترمذي عن عباد بن منصور به ورواه أحمد أيضا عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نظرة عن القاسم به وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم ابن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربوا في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب والمحفوظ ما تقدم وروي عن عائشة أم المؤمنين فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم ابن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال البزار حدثنا يحيى ابن المعل بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عامرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو قال فصيله ثم قال لا نعلم أحد الرواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس وقوله والله لا يحب كل كثار أثيم أي لا يحب كفور القلب أثيب القول والفعل ولابد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة وهي أن المراب لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح فهو يسعى في كل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جعود لما عليه من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكرا المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَ قُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه فقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون وذروا ما بقي من الربا أي تركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحليل الربا وغير ذلك وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمر بن عمير من ثقير وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشعوروا وقالت بن المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار قال ابن جريج قال ابن عباس فأذنوا بحرب أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله وتقدم من رواية ربيع ابن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسيد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قال والله إن هؤلاء الصيارف لأكلت الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عاد لستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح وقال قتابه أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا أينما أتوا فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة رواه ابن أبي حاتم وقال الربيع ابن أنس أوعد الله آكل الربا بالقتل رواه ابن جرير وقال السهيل ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أبتل إلا أن يتوب فخصت الجهاد لأنه ضد قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال وهذا المعنى ذكره كثير قال ولكن هذا إسناده إلى عائشة ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف ثم قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين ابن إشكاب حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة المبارك عن سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله كذا وجده سليمان بن الأحوص وقد قال ابن مردوي حدثنا الشافعي حدثنا معاذ بن المسنى أخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكذا رواه من حديث حماد بن سلم عن علي بن زيد عن أبي حمزة الرقاش عن عمر هو ابن خارجه فذكره وقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن ترضي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال التضران حدثنا عبد الله بن محمد بن شعي المرجان حدثنا يحيى بن حكيم المقوم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن يضله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه حديث آخر عن بريدك قال الإمام أحمد حدثنا عثان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة حديث آخر عن أبي قتادة الحارف بن ربعي الأنصار قال أحمد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطم عن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء قال آه الله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة ورواه مسلم في صحيحه حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو يعلى الموصل حدثنا الأخنس أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا فقال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات قال العبد عند آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت أجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أوسر على الموسر وأنظر المعسر قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من نسر أدخل الجنة وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة زاد مسلم وعقبة ابن عامر وابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ونفذ البخاري حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدائن الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله وتجاوزوا عنه فتجاوز الله عنه حديث آخر عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا عمر بن ثابت حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سه ابن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن سهيد عن زيد العمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر انفرد به أحمد حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك عن ربعه بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير فقال له ثلاثا وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به حديث آخر عن عمران بن حسين قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بك عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقه غريب من هذا الوجه وقد تقدم عن بريدة نحوه حديث آخر عن أبي نيسر كعب بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثنا أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر من حديث عباد بن الوليد بن عبادة ابن الصامت قال خرشت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك فقال سمع صوتك فدخل أليكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت آ الله قال قلت الله الله ثم قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضل وإلا فأنت في حل فأشهد فأشهد أبصر عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وذكر تنام الحديث من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كفير حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفسان قال عبد الله بن الجنان أحمد حدثني أبو يحيى البزار محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن أسيد بن سالم الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصائي عن هشان بن زياد القرشي عن أبيه عن نحجى المولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك بها ظل حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن زيد حدثنا نوح بن جعون السلم خراسان عن مقاتل ابن حيام عن عطاء عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا وأين أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوه ثلاثا ألا إن عمل النار سهم بسهوة والسعيد من وقيا الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة هيذ يكذبها عبد ما كظنها عبد لله إلا من الله جوفه إيمانا تفرد به أحمد طريق آخر قال الطبران حدثنا أحمد بن محمد الدوراني قابل حديدية من دياء ربيعة حدثنا الحسن بن علي الصداء حدثنا الحكم بن الجاريد حدثنا ابن أبي المتئب خالد علينا عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر محسرا إلى ميسرته أنظر ذو الله بذنبه إلى طلبته ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان آخرة والرزوع إليه تعالى ومن حاسبته تعالى خلقه على ما عمله ومجازاته إياه بمكسب من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال واتقوا يوما ترزعون فيه إلى الله ثم توفحى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم فقال بولهيعة حدثني عطاء ابن ذينار عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمان وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كسع ليال ثم مات يوم بليلتين خلتا من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعود عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد رواه المسائج من حديث يزود النحوه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس وروا الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكان بين نزولها وضوط النبي صلى الله عليه وسلم واحد وثلافين يوما وقال ابن عباس قال ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آية قال ابن جريج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها تسع ليالي وبدأ يوم السبت ومات يوم الإثنين رواه ابن جرير ورواه ابن عطية عن أبي سعيد قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفاكم نفس ما كفلت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبون وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والذل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يومن هو فالذل وليه بالعدل واستشدوا شهدين من رجالكم فإلا ليكون رجلين فرجل وامرأتان وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصة عند الله وأقوى للشهادة وأذنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم ذناكم أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم وقد قال الإمام أبو زعفر ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن يهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيد أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين وقال الإمام أحمد حدثنا عففان حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو دار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيه الرجل يزه فقال أي رب من هذا قال هو ابنك داويد قال أي ربي كم عمرك قال ستون عاما قال رب زد في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف سنة فزاده أربعين عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري أربعون عاما فقيل له إنك قد وهدتها لابنك داويد قال ما فعلت فأدرج الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة وحدثنا أسود بن عاما عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه فأتمها الله لداويد مئة وأتمها لآدم ألف سنة وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف ابن أبي حبيب عن أبي داويد الطيالسي عن حماد بن سلمة هذا حديث غريب جدا وعلي بن زيد ابن جدعان في أحاديث بنقارة وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحله من حديث الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي يفّاب عن سعيد المقبري عن أبي غريرة ومن رواية أبي داويد بن أبيهم عن الشعبي عن أبي غريرة ومن طروح محمد بن عم عن أبي سلمة عن أبي غريرة ومن حديث تمام بن سع عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه فقوله يا إيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديم إلى أجل مسمى فاكتبوا هذا إرشاد منذ تعالى لعباده المؤمنون إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لإقدارها وليقاتها وأضبط للشاهد فيها وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقصت عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وقال سفيان السيري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يا إيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديم إلى أجل مسمى فاكتبوا قال انزلت في السلم إلى أجل المعلوم وقال قتادة عن أبي حسان أعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضلون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ يا إيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديم إلى أجل مسمى رواه البخاري وثبت في الصحيحين الغواية سفيان ابن عيين عن ابن أبي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن ننهان عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقال فاكتبوا أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ فإن كينا فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلى لأن كتاب الله قد سهل الله ويفسر حفظه على الناس والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء بزئية تقع بين الناس فأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم قال ابن ذريج من الدان فليكتب ومن ابتاع فليشهد وقال قتابته ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشية كان رجلا صاحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل كعلنون مظلوما دعا ربه فلم يستجد له فقال وكيف يكون ذلك قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجد له لأنه قد عصى ربه وقال أبو سعيد والشعبي والربيع ابن أنس والحسن وابن ذريج وابن زيد وغيرهم كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكى عن شرع من قبل ما مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشاد قال قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن جعف ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بشهداء وشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفين قال كفى بالله كفينا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم انتمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبة فأخذ خشدة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أن استسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ومجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بناله فإذا بالخشدة التي فيها المال فأخذها لأهله حقبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قبل الرجل الذي كان تسلف منه فأتاب بألف دينار وقال والله نازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك دينامك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال ألم أخبرك أنه لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بأنفك راشدا وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم فقال وقال الليث بن سعيد فذكره ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب ليس عنه وقوله تعالى فلنكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان وقوله وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ أي وَلَا يَمْتَنَعْ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ إِذَا سُئِلَ أَنْ يَكْتُبَ لِلنَّاسِ وَلَا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكْ فَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَلْيَكْتُبْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّنْ يَصَّدَقَتِ أَنْ تُعِينَ صَانِعًا أو تَصْنَعَ لِأَخْرَقْ وفي الحديث الآخر مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ أُلْجِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنِجَامٍ مِنْ نَارِ وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب وقوله وَلْيُمْلِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ أي وَلْيُمْلِرِ الْمَدِينُ عَلَى الْكَاتِبِ مَا فِي ذِلَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي ذَلِكِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا أي ما يكتب منه شيئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورًا عليه بتبذير ونحوه أو ضعيفًا أي صغيرًا أو مجمينا أو لا يستطيع أن يُلِلَّه إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه فلِلِل وليه بالعد وقوله واستشهدوا شهدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التلثقة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وهذا إنما يكون في الأموان وما يقصد به المال وإنما أقيلت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمر عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبا لذي لب منكم قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتنقف الليالي ولا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وقوله ومن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد والصحيح الأول والله أعلم وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة وهو قول قتادة والربيع بن أنس وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ومنها هنا استفيد أن نتحمل الشهادة فرض كفاية قيل وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء والشاهد حقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار وإذا شهدت فدعيت فأجب وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق نالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عبد الله بن عمر بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن نسألها فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق ألمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم ألمانهم وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وهؤلاء شهود الزور وقد رؤي عن ابن حباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحول والأداء وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله وقوله ذلكم أقصة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقصة عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لإحتمال أنه لو لم يكتب أن ينساه كما هو الواقع غالبا وأدنى أن لا ترتابوا وأقربوا إلى عدل الريدة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبته فيفصل بينكم بلا ريبة وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة من تفاء محذور في تركها فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى ابن عبد الله ابن بقر حدثني ابن نهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد ابن جبير في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال قال وروي عن جابر ابن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذاك وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمن أمانته وهذا الأمر محمول عند الجنهور على الإنشاد والنجد لا على الوجود والدليل على ذلك حديث خزينة ابن ثابت الأنصار وقد رواه الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزينة الأنصار أن عمه حدثة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابه فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطع الأعرابي فطفق رجال يعتربون الأعرابية فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم التاعة حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتع وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سنع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل غد اتعته منك فطفق الناس ينوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعراضي وهما يتراجعان فطفق الأعراضي يقول هلما شهيدا يشهد أني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعراضي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزينة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعراضي يقول هلما شهيدا يشهد أني بايعتك قال خزينة أنا أشهد أنك قد بايعتك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزينة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزينة بشهادة رجلين من فضلك تابع بقية المادة وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيد والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي كلاهما عن الزهري به نحوه ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبر عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي نوسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ ورجل أقرب رجلا مالا فلم يشهد ثم قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين قال ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي نوسى وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يهلا ويشهد هذا بخلاف ما سنع أو يكتب هذا بالكلية وهو قوم الحسن وقتادة وغيرهما وقيل معناه لا يضر بهما قال ابن أبي حاتن حدثنا أسيد بن عاصن حدثنا الحسين يعني ابن حفص حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على حاجة فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبه فليس له أن يضارهما ثم قال ولي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم أي نازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه وقوله واتقوا الله أي خافوا وراقبوا واتبعوا أمره واتركوا زجرة ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفنين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به وقوله والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتدا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد لذئتمنا أمانته وليتقناها ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم يقول تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجر مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم قال ابن عباس أو وجذوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقب كما هو مذهب الشافعي والجمهور واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر قاله مجاهد وغيره وقد ثبتت الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعب مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله وفي رواية من يهود المدينة وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير ولله الحمد والمنة وبه المستعان وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنا أمانته روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخضري أنه قال هذه نسخت ما قبلها وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتابة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقوله وما تكتبوا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتنانها كذلك ولهذا قال ومن يكتبها فإنه آثم قلبه قال السبي يعني فاجر قلبه وهذه كقوله تعالى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكس شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهكذا قالها هنا ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم من الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يخبر تعالى قل إن تخفو ما في صدوركم أو تبدوه يعلم بالله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وقال يعلم السر وأخفى والآيات في ذلك كثيرة جدا وقد أخبر في هذه بنزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك ولذلك لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على السحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جميل الأعمال وعقيرها وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم قال الإمام أحمد حدثنا عثام حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلاء عن أبيه عن أبو هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جفوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلتنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا رفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما لفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أغطأنا إلى آخره ورواه مسلم متفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما تسبت وعليها ما اكتسبه ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم حديث ابن عباس في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع به وزاد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعل ربنا ولا تحللنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت طريق أخرى عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى قال أية آية قلت وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غمًا شديدة وغاضتهم غيظًا شديدة يعني وقالوا يا رسول الله هلقنا إن كنا نآخذ بما تكلمنا لما وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذ بالأعمال ضريق أخرى عنه قال ابن جليل حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن أزين عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجان سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر كما هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لمهلكم ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه قال ابن مرجان فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها فقال ابن عباس يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمر لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة المسلمون بها وصار الأمر إلى أنقذ الله عز وجل أن من نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل طريق أخرى قال ابن جريب حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فدمعت عيناه فبلغ صميعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخي ومحمد بن كعب القرضي وعكرمة وسعير بن جبير وقتابة أنها منسوخة بالتي بعدها وقد ثبت بنا رواب الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتابة عن زرارة بن أبي أوفا عن أبي هريرة قاعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوزني عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل وفي الصحيحين الحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عدده بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا نفذ مسلم وهو في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا هم عدده بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همان ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب وذاك أن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بيطلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة وإنما تركها من جراي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحد الإسلام فإن له بكل حسنة يعملها تكتبو له بعشر أنثالها إلى سبع مئة بعث وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق والنفذ وبعضه في صحيح البخاري وقال مسلم أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبع مئة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب وقال مسلم أيضا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاربي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق زاد ومحام الله ولا يهلك على الله إلا هالك وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتم قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان نفض مسلم وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وروا مسلم أيضا من حديث مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك صريح الإيمان وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عن ذي ملائكة فأما المؤمنون فإخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم وهو قول يحاسبكم به الله يقول يخبركم وأما أهل الشك والريد فيخبرهم بما أخفى من التكذيب وهو قول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو قول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق وقد روى العوفي والدحاك عنه قريبا من هذا وعرى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه وعن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسع واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد ابن هشام حدثنا وحدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا ابن هشام قال جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان ابن محرز قال بينما نحن نطوف بالبيت لا عبد الله ابن عمر وهو يطوف إذا عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبني المؤمن ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرمه ببنوده فيقول له هل تعرف كذا فيقول رب أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتاب بيومينه وأما القفار والمنافقون فينازى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغير ذنا من طرق متعددة عن قتادة به وقال ابو أبي حاكم حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زين عن أبي ذقال سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالت هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته حتى إن المؤمن لا يخرج من بنيده كما يخرج التبر الأحمر وكذا رواه الطرمذي ابن جليل من طريق حماد بن سلمة به وقال الطرمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه قلت وشيخه علي بوزيد ابن جدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد همية بانتعبد الله عن عائشة وليس لها عنها في الكتب سواه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانشر ما على القوم الكافرين ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين فعن الله بهما الحديث الأول قال البخالي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآياتين وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن سعود قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآياتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله وهو في الصحيحي من طريق الثولي عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود قال عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به وهكذا رواه أحمد بن حنبل حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا شريك عن عاصم عن المسيد ابن رافع عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا شيدان عن منصور عن ربعي عن خرشة ابن الحر عن المعرور ابن سوي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يطهن نبي قبلي وقد رواه ابن مردوي من حديث أشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن غبيان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش الحديث الثالث قال مسلم حدثنا أبو دكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك ابن مهون حدثنا وحدثنا ابن مير وزهير ابن حرب جميعا عن عبد الله ابن مير وأن فعذب متقاربة قال ابن مير حدثني أبي حدثنا مالك ابن مهون عن الزبير ابن عبي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى صدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال إذ يغش الصدرة ما يغش قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن من يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات الحديث الرابع قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثب بن عبد الله يزني عن عقبة بن عامر من جهن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآياتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كيز تحت العرش هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبه الحديث الخامس قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كالب حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أخبرنا مروان أنبأ نبعوان عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي ثم رواه من حديث نعيم ابن أبيهم عن ربعي عن حذيفة بنحوه الحديث السادس قال ابن مردوي حدثنا عبد الباك بن نافع أنبأنا إسماعيل بن الفضل أخبرنا محمد بن حاتم ابن بزيع أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغون عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ما أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمر المخارق عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش الحديث السابع قال أبو عيسى الترمذيه حدثنا بن دار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا حماد ابن سلم عن أشعف ابن عبد الرحمن الحرم عن أبي قلابة عن أبي الأشعف الصمعان عن المعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتي ختم بهنا سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ثم قال هذا حديث غريب وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد ابن سلمة به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الحديث الثامن قال ابن مردويه حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن نديم أخبرنا الحسن ابن الجهن أخبرنا إسماعيل ابن عمر أخبرنا ابن مريم حدثني يوسف ابن أبن حجاج عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن تحت العرش وإذا قرأ من يعمل سوءا يجز به وأن ليس من إنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء أوثى استرجع واستكان الحديث التاسع قال ابن مردويه حدثنا عبد الله ابن محمد ابن كوفي حدثنا أحمد ابن يحيى ابن حمزة حدثنا محمد ابن بكر حدثنا مكي ابن ابراهيم حدثنا عبد الله ابن أبي خميد عن أبي مليح عن نعقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة بقرة من تحت العرش والمفصل مافلة الحديث الآشر قد تقدم في فضاء الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل اثمع نقيبا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قد قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بنورين قد أوتيتهما لن يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتين سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته رواب مسلم والنسائي وهذا لفظه فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتاد قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت عليه هذه آية ويحق له أن نؤمن وقد روى الحاكم في مستدركه حدثنا أبو النظر الفقيه حدثنا معاد بن نجدة القرش حدثنا خلاب بن يحيا حدثنا أبو عقيم عن يحيا ابن أبي كثير عن أنس ابن مالك قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم حق له المؤمن ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقول والمؤمنون عطف على الرسول ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله ما نفرق بين أحد من رسله فالنؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد سمد لا إله غيره ولا رب سواه ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلت من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويقفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون نهديون هادون إلى سبيل الخير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين وقالوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتفلنا العمل بالاقتضاه غفرانك ربنا سؤال من مغفرة والرحمة والمط قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب من موصل حدثنا ابن فضل عن عطاء ابن السائد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن سنان عن حكيم عن جابر قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسلتعطه فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته وهذا من نطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفع فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان وقراهية الوسوسة السيئة من الإيمان وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي إن تركنا فرضا على جهة المسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال الله نعم ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت وروا ابن ماجة في سننه وابن حدام في صحيحه من حديث أبي عمر الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجة في روايته عن ابن عباس وقال الطبراني ابن حدان عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقد روي من طريق آخر وأعلمه أحمد وأبو حاتم والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهدني عن شهر عن أم الضرباء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أنا تقرأ بذلك قرآن ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا أي لا تكمفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته من الأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمع وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي بريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم وعن ابن عباث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما لا قبل لنا به وقد قال مكحون في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال العزب والغلم رواه ابن أبي حاتم قال الله نعم وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت وقيله واعف عنه أي فيما بيننا وبينك ما تعلمه من تقصيرنا وزللنا واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر ولهذا قالوا إن المذوب محتاج إلى ثلاثة أشياء أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت وقوله أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعام وعليك التكلام ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا بينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة قال الله نعم وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت وقال ابن جرير حدثني مثلنا ابن عبراهيم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة وانصرنا على القوم الكافرين قال آمين ورواه وكيهم عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين انتهت قراءة تفسير سورة البقرة وفيما تبقى من هذا الشرط إليكم هذه المادة الإضافية تفسير سورة آل عمران وهي مدنية لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وكان قدومهم في سنة تسع من الرجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية مباهلة منها إن شاء الله تعالى وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول البقرة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وأن الله عزيز ذو انتقام قد ذكرنا الحديث الوارد في أن نصم الله أعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنف نامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي وقد تقدم الكلام على قوله أنف نامين في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق أي لا شك فيه ولا ري بل هو منزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكثى بالله شهيدا وقوله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلت قبله من السماء على عباد الله والأنبياء فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدقها لأنه تابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد لله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه وقوله وأنزل التوراة أي على ميسى بن عمران والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهم السلام من قبل أي من قبل هذا القرآن هدى للناس أي في زمانهما وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهيم القاطعات ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان هاهنا القرآن واختار ابن جليل أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن وأما ما رواه بن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان هاهنا التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكر التوراة والله أعلم وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة والله عزيز أي منوع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسوله الكرام وأنبياءه العظام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يخبر تعالى أنه يعمل غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام وهذه الآية فيها تعريب بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد المخلوق كما خلق الله سائر البشر لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائهم الله وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ألا أولو الألباب ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد من فضلك تابع بقية المادة يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هم أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة للتباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى ومن عكس إن عكس ولهذا قال تعالى هم أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث النفذ والتركيب لا من حيث المراد وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به ويعمل به وعن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا والآيات بعدها وقوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها ورواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير به قال حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع في هذه الآية هم أم الكتاب وأخر تشابهات فقال أبو فاختة فواتح الصور وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام وقال ابن نهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب وقال مقاتل ابن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن وقيل في المتشابهات المنسوخة والمقدم والمؤخر والأنثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقيل هو الحروف المقطعة في أوائل الصور قال ابو مقاتل ابن حيان وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثانيا هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يقول في سياق واحد والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين فصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك وأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال منه رايات المحكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه قال والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق ولهذا قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابها منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفون فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا لاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله وقوله تعالى وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل بن حيان والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواكب الأشياء من القرآن وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يعقوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر تشابهات إلى قوله أولو الألباب فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهن الذين عمى الله فاحذروهم هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ليس بينهما أحد وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب به ورواه محمد بن يحيى العبد في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي به وكذا رواه عبد الرزاق عن نعمر عن أيوب وكذا رواه غير واحد عن أيوب وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به ورواه أبو بكر ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عار حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة به وتابع أيوب أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة فرواه الترمذي عن بندار عن أبي داوود الطيالس عن أبي عامر الخراز فذكره ورواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن يحيى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ورواه بن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة حدثتني عائشة فذكره وقد روا هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القبر من صحيحه وأبو داوود في السنة من سننه ثلاثتهم عن القعنبي عن يزيدا ابن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم لفظ البخاري وكذا رلاه الترميدي أيضا عن بندار عن أبي داوود الطيانس عن يزيدا ابن إبراهيم به وقال حسن صحيح وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم كذا قال وقد رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيانس حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلم عن ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهر حدثنا الوليد بن مسلم عن حمار بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاحذروهم ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج وفي قوله تعالى يوم تبيد وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج وقد رواه ابن مردويه غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة فذكره وهذا الحديث أقل أقسانه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فلما قفى الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد في قتله فقال دعه فإنه يخرج من ضئدئ هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وأعراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة ثم انضعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هم يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو موسى حدثنا عمر بن عاصم حدثنا المعتنو عن أبيه عن قتادة عن الحسن بن جندب ابن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ذكر إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نفر الدقل يتأولونه على غير تأويله لم يخرجوه وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف ها هنا فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال التفسير على أربعة أنحاء فتفسير لا يعذر أحد في فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاتها وتفسير يعلمه الراسخون في العين وتفسير لا يعلمه إلا الله ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي مهيك وغيرهم وقال الحافظ أبو القاسم في المعجن الكبير حدثنا هاشر بن مرثب حدثنا محمد بن إسماعيل ابن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك من الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال أن يكثر له المال فيتحاسد فيقتل وأن يفتح له الكتاب فيأخذه المؤمن وابتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية وأن يزداد علمهم فيضيعونه ولا يسألون عنه غريب جدا وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن عمر حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمر بن شعيد عن أبيه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابها منه فآمنوا به وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال كان ابن عباس نقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك ابن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله ابن سعود إن تأوله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وكذا عن أبي ابن كعب واختار ابن جرير هذا القول ومن من يقف على قوله والراسخون في العلم وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد وقد روا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وكذا قال الربيع ابن أنس وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم ربوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لبن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبله وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكلها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوكبوا به بهذا الاهتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كله ما هي عليه وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم وساغ هذا وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا أن آله وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد كقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا ألم ألباب أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهم المستقيمة وقد قال ابن أبيحات حدثنا محمد بن عوف الحمص حدثنا نعيم بن حمد حدثنا فياد الرق حدثنا عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبى أمامة وأبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من ضرت ينينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطله وفرجه فذلك من الراسخين في العلم وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكذوه إلى عالمه وتقدم رواية ابن مردوي لهذا الحديث من طريق هشام بن عمار عن أبي حازم عن عمر بن شعيب به وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير بن حرب حدثنا أنس بن عياب عن أبي حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر قالها ثلاثا ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله وهذا إسناد صحيح ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة وقال ابن الونذر في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذنون لله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائمين ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تمنها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زير الذين يتبعون ما تشابه به من القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجنع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا إنك أنت الوهاد قال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن عبد الله الأودي وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال جميعا حدثنا وقيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ورواه ابن مردويذ من طريق محمد بن بكار عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلامة عن أسماء بنت يزيد ابن السكن سمعتها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله وإن القلب لا يتقلب قال نعم ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل الله ربنا أن لا نزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب وهكذا رواه بن جرير من حديث أسد بن نوسى عن عبد الحميد بن بهرام به مثله ورواه أيضا عن المنثنى عن الحجاج بن منهان عن عبد الحميد بن بهرام به مثله وزاد قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي قال بلى قولي اللهم رب محمد النبي اغفرني ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات فتن ثم قال ابن ماردويت حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن هارون ابن بكار الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد الخلال حدثنا يزيد بن يحيى ابن عبيد الله حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسان الأعرج عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فقال ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن نقيمه أقامه وإذا شاء أن نزيغه أزاغه أما تسمعي قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب غريب من هذا الوجه ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل انتهت تفسير سورة البقرة قرأها الدكتور عبدالستار زموت انتهت هذه المادة ولكم تحيات أكوانكم بشبكة بالألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة